نظمت جمعية الشفافية الأردنية ندوة حوارية تحت عنوان السر الأكبر والأخطر والأكثر غموضاً في الأردن حول الشفافية في موضوع الطاقة وتناولت الندوة المحور الأساسي الشائكة وهو موضوع التنقيب وتسعير المشتقات النفطية والطاقة البديلة وشهدت عدة مداخلات وصلت في مجملها إلى أنه لا وجود للحكومة الرشيدة وتحدث مقرر لجنة الطاقة النيابية أن نائب المهندس موسى هنطش عن الجهات المولدة للكهرباء في الأردن مروراً بالطاقة المتجددة التي أشار إلى أسعارها المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الإسراع بالعمل على استخراج الصخر الزيتي الذي يدخل ضمن مصادر إنتاج الكهرباء لازم إعادة النظر في أسعار الطاقة لا يمكن أن يبقى أسعار الطاقة بهذه الطريقة ونطالب الصناعيين بالتصدير وبالاستمرار وبتشغيل عمالة للأسف اليوم أهم موضوع منها ولو هو ما رح يأثر بالشكل اللي مطلوب موضوع فرق أسعار الوقود على الصناعة الأردنية أنت عارفة كمان أسعار الطاقة طبعاً هي بتأثر في موضوع النقل هي بتنعكس على كل مناحي الحياة اليوم الصناعة الأردنية مظلومة أمام المنطقة كلها